موسيقى برحبا حضرتكم مرة تانية زي ما قلنا لكم في بداية الحلقة ان المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر كمان هي امل الاقتصاد المصري بنقول دايما ان احنا عندنا بطالة ومفيش فرص عمل لا الدولة بتتعامنا وبتقدم لنا مش بس فرص عمل دي فرصة اننا نكون صناع اعمال ورواد اعمال وكمان يبقى عندنا العمل الخاص بنا وكل واحد وفقا ليه ميولو وخبراته وموهبته وقدراته يعني الموضوع يعني بيتشكل حسب الشخص هو عايز ايه حراك بتقدم للجهاز وبتشوف الاجراءات اللي مطلوبة منك ايه والجهاز بيدعمك وبيستعدك فان انت تحقق الحلم اللي انت عايزه او مشروعك هنحاولي نهارده نعرف حضراتكم اغلب او مجمل البيانات والشروط اللي المفروض تنطبق على المواطنين اللي حابين ان هم يقدموا على المشروعات ضيفي وضيف حضراتكم نهارده الاستاذ محمد سلطان مدير عام جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة وايضا متناهية الصغر انا عايزة اعرف في البداية اهم اليت عمل اه هذه المنظومة اتفاد بسم الله الرحمن الرحيم بداية ان هو جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمواطنينات الصغر وفي الاساس هو الصندوق الاجتماعي للتنمية رونش بالقرار الجمهوري رقم 141 لسنة 1991 وبعد كده تم تعديله وسمية بجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومواطنينة الصعر بقرار السيدة رئيسة الوزراء رقم 947 لسنة 2017 ومؤخرا بالقرار رقم 2370 2370 لسنة 2018 يعني تم جعل جهاز تنمية المشروعات تحت رئاسة مجلس الوزراء مباشرة ودوره تنصيقي وتنفيذي تنصيقي والتنصيق في هذا القطاع بين الوزراء والجهات والمؤسسات المختلفة العاملة في هذا القطاع وتنفيذ انه ينفذ السياسة بيقوم بعملية التخطيط وتنفيذ السياسات الخاصة بهذا القطاع العريض المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتنهاية الصغر تمام طيب احنا في الجهاز يا فندم قدمنا خدمات او تبنينا مشروعات لشباب او اشخاص حبوا انه هم ياخدوا او ان الجهاز يساعدهم خلينا نتعرف على التجربة دي او التجارب دي كانت ابرزها ايه وناس عملت ايه وعنا حضرتك بنشتغل في قطاعين قطاع القروض وقطاع المنح قطاع المنح اللي هو تمويل بيجي لنا فيئة منح من الجهات المنحة مؤسسات او دول بنعمل بين وعننا المشروعات مشروعات تنموية من خلال الجامعات الاهلية ومشروعات بنية اساسية من خلال المحافظات المختلفة في المناطق الاكسر فقرا الجانب يتساني من ان عملنا اللي هو او بنشغلنا اللي هو القروض الاقراض اللي هو برضو بنديه فيه اتجاهين اقراض متناهي الصغر واقراض صغير الاقراض الصغير بنهدف به فئة معينة من الناس والاقراض المتناهي بنستهدف به فئة معينة من الناس طب ممكن وحنا يعني انا اسفل المقطعة ممكن كده نعرف المشاهد يعني الترتيب يعني مثلا المتوسط والصغير ومتناهي الصغر ناخد كده يعني الرينج هقول لي سعدتك هو تعريف القانون المشروع المتناهي الصغر اللي هو دوران رأس المال بتاعه خلال العام لا يزيد عن مليون جنيه ده المتناهي الصغر المتناهي الصغر يعني كمية إنتاجه أو حجم أعماله السنة وميزتش عن مليون جنيه ورأس المال المدفوع بتاعه ميزتش عن خمسين ألف بيبدأ بقى من ألف لغاية خمسين ألف المشروع الصغير اللي هو كل منشئة صغيرة صناعية لا يزيد حجم تمويلها خلال العام أو دورانها خلال العام من لا يكل عن خمسين لا يكل عن مليون ولا يزيد عن خمسين مليون ولا يزيد عدد العمالة المؤمن عليها داخل هذه المنشئة عن خمسين عامل ورأس المال المدفوع بتاعها ميزتش عن خمسة مليون جنيه ده المشروع الصغير المشروع المتوسط بيبدأ من خمسين مليون حجم تمويله خلال العام ودورانه خلال العام لغاية ميتين مليون ورأس المال المدفوع ميزتش عن خمسة ألف مليون نحن حاليا يا فندي مشغالين في الإقراض المتناهي في المشروعات المدنية والمشروعات الصغيرة في المرحلة القادمة هنشتغل في المشروعات المتوسطة تبقى للتوجه والتوجيه الجديد لإنشاء الجهاز ونشئ الجهاز وضيف لأعماله السابقة كسندوق اجتماع وضيف لأعماله السابقة المشروعات المتوسطة وريادة الأعمال فحنا مستقبلنا هنشتغل في المشروعات المتوسطة اللي هزي ما قلت لحضرتك بالغاية رأس المال بالفواحة بتاعها لغاية 15 مليون ودوران تمويلها أو حجم تمويلها خلال العام لغاية ميتين مليون ايه المشروعات أو القروض أو الأشخاص اللي يتعاملوا مع الجهاز عند حضرتكم الفترة السابقة وتم تمويل مشروعاته طيب من هو المستفيد من المشروع المتناهي ومن المستفيد من المشروع الصغير المستفيد من المشروع المتناهي الناس الفقيرة الغير قادرة على العطاء الغير قادرة على العمل بصفة خاصة المرأة المعيلة المرأة التي تدير أو تعيل الأسرة بمفردها في المشروعات الصغيرة بنشترط أنه يكون بيجيد القراءة والكتابة على الأقل على الأقل يعني يكون الأولي نقول لازم يكون معاها المتوسط أو معاها الجمعية دي شروط الحصول على أو شروط دعم الجهاز عند حضرتكم يجيد القراءة والكتابة على الأقل يكون محدد موقفه من التجنيد يكون غير مؤمن عليه لذا الغير لأنه لما هعمله مشروع يبقى يتأمل عليه كصاحب مشروع يكون بس هم أربع حاجات حضرتك غير مؤمن عليه لذا الغير يكون محدد موقفه من التجنيد يكون يجيد القراء والكتاب على الأقل سنو ما يقلش عن 21 سنة لو جبنا ما هو فيه أشخاص كتير ينطبق عليهم الموصفات دي أنا كجهاز بقيم وفقاً لإيه يا فندي بقيم يعني أنا دلوقتي شخص رايح عندي الشروط رح لك بتقول هذه وقلت طب خلاص أنا مش لقي شغل أنا روح بقى أقدم وهم يدوني فلوس ونعمل المشروع ممكن نستحق تفكر فيها كده باجي لحضراتكم عندي الشروط دي وبعمل إيه بعد كده بقول لحضراتك تصور ولا حركة دي تصور من عندكو من مثلا المشروعات اللي مثلا موجودة والدولة عايزة تنفذها فبتدور على فرص عمل للشباب في حضراتك مستفيد بيجي لي وعنده فكرة مشروع وفي مستفيد بيجي لي ومعندوش فكرة مشروع طيب اللي عنده فكرة مشروع هاشتغل معها على طول اللي معندوش فكرة مشروع ده هبدأ معاه الأول بدخله برنامج تدريبي لمدة يومين اسمه فكرة مشروع هولت فكرة طيب لمدة يومين يطلع بعد الليومين عنده مجموعة أفكار هيتطبعها بعد الليومين بدخله برنامج تدريبي آخر اسمه إبدأ مشروعك لمدة ست أيام بتعلم فيها ازاي يعمل دراسة جدوى ازاي يعمل دراسة سوق ازاي يعمل تسويق ازاي يفتح دفاتر مالية ودفاتر إدارية للمشروع بتاعه ازاي يتعلم يدي المشروع وبعد كده بيبدأ يدور على مكان عشان ياخده يأجره أو مكان تمليك وبيجي لنا بعقد الإيجار المثبت التاريخ اللي المفروض أن مدة الإيجارية بتاعته لا تقل عن مدة القرد اللي هي ثلاث سنين أو خمس سنين لو مشروع صناعي وبعد كده بنستخرج له المستندات الرسمية من عندنا من مجمع الشباك الواحد نجمعنا الناس كلها في مكان واحد مسؤولي السجل التجاري ومسؤولي بطاق الغربية ومسؤولي الرخص كلهم في مكان واحد داخل فروع الجهاز البالغة 33 فرع على مواصلها الجمهورية بنوفر وقت وبنوفر مال لصاحب هذا المشروع بنطلع له سجل التجاريب الطاق الغربية ورخصة من خلال هذا المكان وقع كده يخش على الجانب الآخر اللي هو التمويل أرجع لنقطة نقطة جي لحضراتكم في الجهاز شخص وعنده الفكرة حالك قلت لي من شوية بنبدأ معاه على طول طيب افرد الفكرة دي مجزاتة قيمة نعمل ايه؟ عندي قائمة بمشروعات نمضية فيها 200 مشروع بيطلع عليها ان عجبوا مشروع او اتنين او تلاتة بنطلع له دراسة الجدوى الخاصة بهذه المشروعات يطلع عليها ان عجبته بنبدأ انها ولو ما عجبتهش قده بيتن فكرة يا فند لا انا هقول لها عليك حاجة يعني لا بتضحك بس انا دلوقتي بستلمل حط نفسي مكان حد مؤمن بفكرة جدا شاب مؤمن وخلص دراسه ونفسه وحلم حياته وعمل مشروع ده مثلا ومصر على الفكرة دي وهو جيل حضراتكم قلت له لا الفكرة دي مثلا مش 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 محتاجينها الفترة دي او الفكرة دي مش هتفيد الدولة لا 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 يعمل ايه بقى وقتا المهم يا فندم ان هي هتفيده هو مهم انه يكون هو عنده الاستحرام يعني مفيش مثلا انا بالمول يا فندم بعد يزدد حضراتك بالمول جميع انواع المشروعات التجارية والخدمية والصناعية ومشروعات الامن الغذائي ما عدا المشروعات المحظورة بقوة القانون تمام وقت قد ايه؟ يعني هو المفروض بكتير شهر بس اللي بيضيع الوقت هو نفسه لا ما قد قضيته على البيروقراطية بصراحة بمانح راجعي بتقول ان الموظفين موجودين فمانا كده اقول له هذا عقد الإيجار ممكن يقعد شهر لما يجي اعمل لي إثبات تاريخ لعقد الإيجار ده في الشهر لعقده ممكن يقعد أسبوع لما يجي بتعالي نطلع السجل وتجري ما بعض ممكن يقعد أسبوع وهكذا فالمشكلة في المستفيد هو اللي بيجيلي ويغيب فترة لأ نتحاسب لو انت مستمر معايا ونتحاسب لما انت بقى تطلع سجلي لك التجار وانتها الضربية ورخصة وتيجي تاخد مني كرد نتحاسب من البداية جيت النهاردة بس في نفس الوقت اللي أطلبه اللي أطلبه منك هطو وما تركينش باليوم وبالأسبوع وبالشهر سحر نرجع نكمل الكلام بس بعد الفاصل فاصل ونتواصل مع حضراتكم في صوت الناس ولكن بعد الفاصل مرحبا حضراتكم مرة تانية احنا في الفاصل طبعا جلنا رسال كتير جدا على صفحة البرنامج استفسارات وناس بتقول ان هي عندها المشاريع بتاعتها بس ما حولتش قبل كده ان هي تقدم في جهاز تنوية المشروعات ما كانتش متخيلة ان الموضوع بالسهولة دي وان ما فيش عوائق ممكن تقابلها بس انا بستأذن حضراتكم تكلمونا على 14-15 واللي مش عارف يبعت لنا على صفحة البرنامج وانحنا هنحاول اننا نكون الوسيط بين حضراتكم وانه بين جهاز تنوية المشروعات برحب بحركة استاذ محمد مرة تانية اهلا بيك معنا طيب نرجع نكمل باقي كلامنا عن طرق السداد وعن المشروعات وعن نوعية المشروعات قلت لي قبل الفاصل ان المشروع وفقا للمتقدم بيه مفيش قيود معينة يعني هو وامكانيات وهو والمشروع اللي هو عايز يقدمه أنت كنت فضل نسمع أنت زي ما قلت هذه الأمام لهم والجميع عن وعلى المشروعات مهم عايز أقول لحضراتكم انا احنا الحد للقد الأدنى عندنا التمويل 10 ,000 جنيه للمشروعات الصغير 10 ,000 جنيه ولغية 2 مليون بالنسبة للمشروع التجاري ولغية 3 مليون بالنسبة للمشروع التجاري والخدمي ولغية 5 مليون لو مشروع صناعي ولغية 10 مليون للمشروعات الطاقة المتجددة ده حد التمويل الفايدة بتاعتنا 5% بسيطة بسيطة متنقصة للمشروع الصناعي 6% لمشروعات وسائل النق ومن 8.5% الباقي الفايدة تعتبر قليلة بسيطة يا فندي لما أقول 5% بسيطة أنا حالي 3% مقطوعة مش موجودة مع كافة الجهات اللي بتكرط فيه السوق حتى البلوك نفسها الاستداد طريق الاستداد او الفترة بتاع المشروع النفس او بتاع الكرب مشروعات التجارية والخدمية على سنتين او 3 سنين على سنتين لو بموّر رأس مال عامل فقط وعلى 3 سنين لو رأس مال عامل مقترن بألات داخل هذا المشروع مشروعات الصناعية على 5 سنوات مشروعات الطاقة المتجددة على 5 سنوات مشروعات الامن الغذائي على 5 سنوات معلش احنا ممكن ناخد الجدول ده مرة تانية نقول مرة تانية مشروعات التجارية والخدمية على سنتين أو ثلاث سنوات بيسدد على سنتين أو ثلاثة على سنتين لو أخذ رأس مال عامل فقط وعلى ثلاث سنين لو أخذ رأس مال عامل مقترن بألات بقية المشروعات كلها الصناعية والأمن الغذائي والطاقة المتكددة على خمس سنوات فترات السماح بتبقى من شهر لغاية ثلاث شهور وممكن لغاية سنة في المشروعات هل الشخص بيدفع المطلوب منه كل شهر ولا كل سنة ولا إزاي؟ ألية الدفع؟ شهريا يا فندم شهريا في المشروعات التغارية وفي المشروعات الصناعية ممكن كل شهر وممكن كل ربع سنة حسب دوران رأس المال طريقة التحصيل بتكون إزاي؟ وهبديد المشروعات بتاعتنا باتجاهين من خلال عندي مباشرة من أسموه كرد ومباشر من خلال الفرع عندي أو المقتر عندي وكرد من خلال البنك لو من خلال البنك بيروح يسد في البنك ولو من خلال عندي بيجي يسد عندي طب في حد تعصر مش عارف يسد أو مشكلته يعني المشروع بتاعه مجابش جدوان فيه عقبات فيه يا فندم التعصر فيه تعصر أراضي بارات المنصفين نفسه وفيه تعصر لا أراضي التعصر الله أراضي ده مش هينفع أف معاه سوري سوري الأراضي مش هينفع أف معاه أنه ده ببرحته خد فلوس ومش عايز نشتغل وحطها في حاجة تانية أو سافر أو سبني وده ملعام لو استفاده ولا سبني اديها لحد تانية عشان نفسه صحيح ده باخد معاه الإجراءات القانونية لكن لو التعصر الله أراضي واحد حصلت عنده حريقة واحد اتقطع الطريق بتاعه وعمل مثلا بنزينة وفجأة عمل كبري قدام البنزينة وحاله وقف واحد يعني أي كان نوع التعصر الله أراضي وقدر حرفتك بقف معاه وبدرس الحالة بتاعته وممكن أعيد أدي له قرد تاني عشان أقفه على رجليه ده بجد؟ أه حقيقي أدي له قرد تاني عشان أقفه على رجليه دي مرة تانية دي رقم واحد ممكن أعيد جدولة الدين اللي عليها ده المواخد على ثلاث سنة دي له على خمسة ده المواخد على خمسة من دولة سنة كمان وممكن أسقطله جزء من الدين وممكن أسقطله الدين كله لو الحالة تستحق أغضب الحالتك فشوفي كم نوع من العلاج في اللقراضي يعني أديله كارد تاني ممكن أن أنا أعيد له جدولة المدة بتاع السادات أو أن أنا أسقطله جزء من الدين أو أن أنا أسقطله الدين هرأيك قلت قالية السادات بتكون عن طريق حضراتكم في جهاز أو عن طريق البنك الفرق باللتنين إيه؟ ولا حاجة يا فندن بس هو أنا جزء أديه من خلالي وجزء أديه من خلال البنك بس فيه حقد لازم أديها أعملها مع البنوك والتدي الكارد بمباشرات رغم أن المستفيد بيبقى متحرك برضه من عندي بدراسة من عندي ومتحرك على البنك ومتوجه للبنك وفيه جزء بيرغب أنه يشتغل معي مباشرات ويقرد من خلال المباشرات هم درمائتي اللي بيجي يقدم على مشروع وحضراتكم توفقوا على الفكرة بتبدأوا تساعدوه في الإجراءات وبتبدأوا تقدموه للدعم هل بيجي لحضرتك يقولك أنا مثلا عايز أشتري مكان بمثلا بنصف مليون جنيه تقوله طب خذ نصف مليون روحي أشتري المكان وهاتلي الأوراق اللي ما تفيد ولا جهاز عن حركه هو اللي بيتعامل في الأمور المادية يعني تعاون بيكون زي لا يا فندم هو مش هيقول لي أنا عايز عشر مليون هتدول عشر مليون أو عايز مليون هتدول مليون لا بدرس معها يا فندم فيه ناس بتخصصين بتدرس معاه وبنعمل معاينة وبنعمل استعلام سكر بنسئل عليه في المكان اللي هو فيه وفي نفس الوقت لو محتاج ألات بيجيب لي عرض أسعار بالألات اللي هو هيشتريها وبيطلع الشيك من عندي بقيمة الألات أو بيتامل الألات دي للمورد اللي هو هيشتري منها عشان المورد ياخد الشيك يصرفه ويديه له ويسلمه الألات بتاعته وبعد ذلك يسترم يعني ما بياخدش فلوس في دي الرأس المالي العامل إنما الفلوس الخاصة بالألات دي بتطلع للمورد طيب ناخد أستاذة عبدالفتاح من القليوبية مساء الخير نساء النور يا فندم نتفضل أنا عندي سكرة كويت السوط حراك مستامة طب لو سمعتم نعلي صوت شوية تفضل يا فندم أنا عندي فكرة كويتة لإنهاء مشكلة القيمة في مصر نهاءها فوز أه تفضل بس أنا عندي أنا عملت كل حاجة بيدي وبنافس عاوز أسوق طيب حراك يعني تتكلم عشان هل الجهاز مثلا ممكن يساعد حراك في التسويق للفكرة ولا يساعدك في إيه؟ أيوة أنا أنا محتاج أنا بقولك فكرتي أنا فكرتها هخلص مصر من الكمامة نهائيا نهائيا مش هيبدأ في حاجة اسمها مقالب ولا الكلام ده أعمل وأعمل كل حاجة فكرتي أنا مكلفة 25 مليون على الآن حضرتك اللي مكلفة؟ لا أنا عمل لها دراسة 25 مليون آه آه إن هي تكلفتها كده آه آه طيب طيب حراك موجود في القليوبية أنا معي ديبلوب عملتها أنا كده طبعا نظري يا فندم يا فندم طيب أستاذ سعيد مع حضرتك يا فندم يا أستاذ سعيد أستاذ محمد مع حضرتك إحنا الخط الساخن بتاع الجهاز على مستوى الجمهورية 16-7-33 سعيدتك أطلب هذا الرقم واطلب مقابلة المسؤولين عن فرع الجهاز في القليوبية وحكي لهم القصة بتاع المشروع ممكن الرقم تاني؟ 16-7-33 ده الخط الساخن بتاع الجهاز على مستوى الجمهورية 16-7-3-33 آه سعيدتك أطلبه وحاول تقابل السادة المسؤولين هتقول لك مقابلة مع السادة المسؤولين عن فرع الجهاز في القليوبية وتحكي معاهم هذا المشروع وفكرة هذا المشروع وربنا يسهل إن شاء الله يتم درسته معاهم إن شاء الله معنات سؤال تاني طيب إيه نسبة النجاح أو نسبة الاستمرارية في المشروعات؟ لأ نسبة النجاح فندم بسم الله شاء الله عليها طبعا جدا أحكي لنا تجارب يا أستاذ محمد يعني أنا أنا محتاجة أعرف تجارب تكون حضرتك وخطوها تجارب يا فندم أنا هقول لحضرتك لحكي أنا عندي لسه مشروع صناعي مصنع سمنة معمول في المنطقة الصناعية هنا وقده لحضرتك واخد مني ونصف مليون عنده 250 عامل عنده 250 عامل غير عنده اتنين مندوب فيه كله محافظة على مصنع الجمهورية وفي داخل المصنع فيه 250 فرصة عمل عندي مشروع تاني بتاع تعباقة مواد غزائية واخد مني مليون و300 ألف واخد لسهاتك عنده 50 عامل وعنده النهاردة 10 عربيات بيشتغلوا لحسابه كان بدأ بحوالي 10 عمال كان بدأ يدوي بعد كده كبر عنده 30 عامل وعنده 3 عربيات النهاردة عنده 10 عربيات بيوزعوله ومش مغطي الطلابيات المطلوبة الموجودة منه عندي يا فندم مشروع عندي مركز كبير بتاع عيون دكتورة خارجة جامعة وأستاذة عيون واخد مني 2 مليون وعمل مركز كبير وعندها فرص عمل حالي 15 فرصة عمل عندي صيدليات عندي فرام بتاع عيش وفرام فيه الناس اللي بيحكي لحضراتك عليها دي فيهم ناس خدت مرة واثنين وثلاثة كبروا المشروع بتاعهم عندنا مزج نكحة كتير جدا عندنا 19 ألف مشروع مولنوا في محافظة الجيزة الوحديها عندنا 3 مليون مشروع مولنهم على مستوى الجمهورية مولنوا في محافظة الجيزة 19 ألف مشروع صغير كتير كلهم صغير بس غير متناهي غير مشروعات التنمية المقتنعة والبنة الجسسية عم السؤال جمهورية مولين 3 مليون مشروع ب45 مليار جنيه موفرة ستة اربعة وسبعة من عشرة مليون فرصة عمل ناس بكبير دخلين في السوق المصري حتى الان اربعة وسبعة من عشرة مليون فرصة عمل خلينا اتكلم على الجهزة تحديدا يا خندر ايه برضو الانجازات اللي حصلت في الجيزة وتكون تبع الجهاز عند حضراتكم طيب على في الجيزة يا فندم حتى الان عاملين مشروعات ب2 مليار وحد من عشرة منها مشروعات صغيرة بمليار و400 مليون زي ما قلت تسعتك عاملين بها 19 ألف مشروع موفرة 80 ألف فرصة عمل مشروعات متناهية للصغر اللي هي المايكرو اللي بندها للقلت الحضرات المتسادة في المرأة المعيلة وبتسادة في الناس الفجيرة وبتسادة في الناس غلابة اللي هي من 10-11-1000 عاملين ب3 مليار ب300 مليون مشروعات متناهية الصغر عاملين 90 ألف مشروع موفرة حالي 100 ألف فرصة عمل عاملين مشروعات تنموية ومشروعات بنية أساسية بنية أساسية زي صرف الصح وزي راس في الطرق وزي تجديد شبكات مية إلى آخرة وترميم مدارس وترميم مراكز شباب وترميم وحدات اجتماعية وحدات صحية ويه ويه دي كلها بنية أساسية مشروعات المنوية تتعلق بالصحة وبالسكان وبمحو الأمية وبالحضرات وغيره عاملين مشروعات كاملع محافظة الجهزة ب400 مليون جنيه محافظة الجهزة الوعدية نسبة كبيرة طبعا عاملين في مجمع خدمات المنشآت مستخرجين من مجمع خدمات المنشآت حتى الآن 7000 7000 رخصة دائمة 11000 رخصة مؤقتة و7000 بطاقة ضربية و6500 سجل تجاري وعملين 19000 رقم كومي للمنشآة اللي بيحمل هذا الرقم الكومي للمنشآة من حق أن يهض القرد من حق أن يتعافى من الضرائط من حق أن يستفيد بكل المزايا الجاد في القانون 141 لسنة 2004 الخاصة بتنمية المنشآت الصغيرة وعملنا دورات تدريبية يا فندم استفاد منها 2400 مستفيد حتى الآن عملنا معارض خاصة بأبناء محافظة الجيزة أو أصحاب المنشآت الصغيرة في محافظة الجيزة 155 معرض اشتركوا فيهم 1500 مستفيد منهم 31 معرض خرج مصر استفاد فيهم 100 مستفيد ومنهم 124 معرض داخل مصر استفاد منهم 1400 مستفيد في خدمة باركوت بنقدمها لأصحاب المنشآت اللي ياخد رقم ما فيش حد في العالم كله بيحمل هذا الرقم غير هذا الشخص عاملين خدمة باركوت حتى الآن لـ سوري 320 مستفيد خدمات كتير بنقدمها خدمات كتير استفاد منها الأبناء في محافظة الجيزة بصفة خاصة عندنا مزايا كتير يا فندي لو حضرتك تسمعيني لأن انا اقولها لأصحاب المنشآت السريعة يعني يريد سريعا لأن احنا لأسف وقتنا نتهم حضرتك بفضل المزايا لان انا اقولت حضرتك ان احنا بديدي فايدة قليلة جدا زي ما قلت حضرتك فايدة بساطة جدا احنا بندي احفاق ضريبي لمدة خمس سنوات لصاحب المشروع الفردي الجديد ودي الجهة الوحيدة في مصر اللي بتدي هذا العفاق الضريبي ان احنا بنوفره زي ما قلت حضرتك المجمع اللي بيوفره كل الخدمات دي بالمجاني ان تبقى للقانون 141 قال يخصص 10% من التوردات الحكومية لأصحاب المنشآت الصغيرة ويخصص 20% من اراضي الجهاز الاستثمار بالك الدولي لأصحاب المنشآت الصغيرة القانون 15 لسنة 2017 الخاص بالمشروعات الصناعية قالوا انه يعفى بنسبة 50% اصحاب المنشآت الصغيرة من ترخيص النشاط الصناعي ومن تعديل رخصة النشاط ومن تغيير رخصة النشاط ودي بتبقى رسوم عالية جدا القانون اللي اخير طلع السنة في 2018 خاص برضو باصحاب المنشآت الصغيرة قال انه التعاقدات الحكومية لغاية 2 مليون جنيه تخصص لأصحاب المنشآت الصغيرة فقط اي من نقصات الغاية 10 مليون جنيه ما يخشش فيها غير اصحاب المنشآت الصغيرة وان الغاية 4 مليون يشتركوا فيها فديكم لها مسايا لأصحاب المنشآت الصغيرة بندعو الناس انها تشرف مع حضرتك اكيد واكيد هنكون لنا لقاء تايم مع حضرتك ان شاء الله هنحاول نتواصل معاكم بشكل مباشر للأفكار والمشروعات اللي هتوصل لنا على صفحة البردامة مشكرك أستاذ محمد سلطان مدير عام جهاز تنبيه المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتنهية الصغيرة بالجيزة مشكرك يا فندم شكرا جزيلا وقتنا انتهى مع حضرتكم ألتقي بيكم ان شاء الله الأسبوع القادم والأربعاء القادم تلتقوا مع زميلي أحمد الشاعر بشكركم وإلى اللقاء شكرا يا فندم